الآن ينظم إلينا عبر الأقمار الصناعية سيد شيرزاد قاسم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سيد شيرزاد مرحبا بك في حصادنا لهذه الليلة ربما زيارة سيد مسعود برزاني إلى بغداد حملت معها الكثير من الرسائل أبرزها ربما يعني إذابة الجليد ما بين الحكومة والمركز هل من رسائل أخرى قد يعني نستقرئها من جنابك؟ يا سيد أولا اسمح لي أن أقدم تحياتي لك ولزميلتك التي بجنك وإضافة إلى تحياتي إلى جميع مشاهدي قناتكم الفاضلة زيارة سيد البرزاني إلى بغداد لم تأتي فقط لإذابة هذه الجليد إنما جاءت أيضا لمطالبات الكبيرة التي حدثت في الآون الأخيرة في بغداد كانت هناك حالة عدم الثقة وكانت هناك أيضا حالة تربص من الكتل إلى أحدها الآخر زيارة سيد البرزاني جاءت لتصفية الأجواء خصوصا إذا استعرضنا جملة اللقاءات التي أجراها مع كافة المكونات حتى المكونات اللا أتعيها الصغيرة ولكن حتى المكونات القومية الأخرى فبالتالي هيئة أجواء جيدة هيئة أجواء لطيفة أيضا لتكملة التشكيلة الوزارية زيارة سيد البرزاني إلى بغداد تعطي انتباعا قويا بأن الأكراد وكردستان جادون في البناء عراق موحد حيث يسودها التعايش بين جميع المكونات وبصورة متساوية هذا ما أكده وأكيد هذه الأجواء تساعد على إذابة الجليد إلى حل جميع الأزمات المتراكمة بين الأقليم وبين البركس في اللقاء ما بين الزعيمين كان هناك تجاوز للبروتوكولات وأسماء المناصب فاتفقا على تسمية أبو مسرور وأبو هاشم لكي حقيقة بدأ للشارع العراقي بأن الموضوع بدأ شخصيا بين الزعيمين هذه العلاقة علاقة الصداقة ما بين الرجلين هل ستساهم في حل حلة الأمور وتلبية لمطالب الكرد في حل المشاكل في المناطق المتنازع عليها ونسبة 17% وغيرها أكيد كلنا شاهدنا هذه القضية في البداية كانت هناك جلسة رسمية ثم حذفت الجلسة الرسمية وأصبح جلسة أخوية وصداقية مثل ما سميته أبو هاشم وأبو مسرور فبالتالي هذه تعمق العلاقة بين المركز وبينها هذه تؤدي الرسالة الأولى التي قام بها سيد البارزاني في بغداد هي دعم لحكومة سيد عادل عبد المادي وهذه الدعم وهذه العلاقة القوية بين الشخصين بين الرئيسين أكيد سوف تزيد هذه الثقة وسوف تزيد على مساعي الحكومة لإنجاز جميع أعمالها من الشيء المؤكد بأن عندما تصير الحكومة بشكل كامل وتكمل هذه الكابينة وتشترك فيها وتدعمها الجميع أكيد أحد هذه النقاط الرئيسية التي سوف تخص بها هي حل أزمة المتراكبة بين الإقليم وبين المركز من ضمنها منطقة مادة 140 ومن ضمنها الميزانية ومن ضمنها قوات البيشمرقة وقالون النفط والغاز على الشرط كما أكدناها سابقا أن يكون الدستور العراقي هو الحكم الفاصل بيننا وبين المركز جميل دعنا نعرج على موضوع الغريم الكردي داخل الإقليم هناك من رأى بأن توقيت الزيارة زيارة سيد مسعود برزاني بغيابة سيد برهم صالح رئيس الجمهورية ربما هناك مقصد في التوقيت هل ترى أنت هل تذهب إلى هذا الرأي أم أن الموضوع جاء صدفة أكيد هناك كثير من الذين لا يتمنون الخير للعراق ولا يتمنون أن تستمر هذه الأزمات المتراكمة نقولها بصراحة بأن سيد برهم صالح رئيس الجمهورية العراق فبالتالي يجب أن نتعامل مع هذه نحن قلناها واليوم نكررها نحن ليس لدينا أي خطة حمراء مع سيد برهم صالح ندعمه ونفتخر به ونتمنىه لو توفيق فيه نجاح نحن كان مشكلتنا مع آلية التخطيط كنا نتمنى أن نذهب كقوة كردية إلى البرلمان بمرشح واحد وليس بعدة مرشحين هذا الذي كان لدينا حضر عليه أما توقيت الزيارة فسيد دكتور برهم كان على علم بتوقيت الزيارة ولكن مع الأسف كان هناك كثير من المهام اليوم العراق في حاجة أن تكون مثل خلية تنحل هو على أن يقوم بدور كبير في أوروبا ولعب دورا كبيرا في الخليج وفي الدول الجوار يقوم بدوره والسيد البارزاني يقوم بدوره أيضا في لملمة جميع المكونات الأخرى وتوحيدها ودعم هذه الحكومة لأن تعمل من أجل البرنامج المهم وهي خدمات أن تقدم الخدمات وأن تحسن حالة المعيشة العراقين بشكل عام إذن عضو الحزبة ديمقراطية الكردسانية السيد شيرزاد قاسم كنت معنا من أربيل بصوت والصورة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا ترجمة نانسي قنقر